تعد الذرة واحدة من المحاصيل الزراعية المهمة التي تكثر زراعتها في العراق وتحقق انتاجاً محلياً كبيراً خصوصاً في السنوات القليلة الماضية كيد يا زينب يعني هذه الوفرة الزراعية دفع وزارة الزراع إلى انتاج هجين الذرة الصفراء بالتعاون مع دائرة الإرشاد الزراعي في كاركوك من هناك تغريد النقشبندي والتفاصيل بهدف الاكتفاء الذاتي وإدخال سلالات جديدة من الذرة الصفراء التي تتلاءم مع ارتفاع درجات الحرارة ومقاومة الأمراض والحشرات المؤذية وضعت دائرة البحث الزراعية في محافظة كاركوك برنامجاً تسعى من خلاله إلى دراسة هذه الأصناف النادرة ومزوجتها مع الأنواع الموجودة سبب انتاج الهجن هو لوجود هجن أجنبية بكثرة في السنوات الماضية بدأت الدخول إلى العراق عن طريق التجار مما سبب إلى أن هذه الهجن فعلاً تتميز بانتاجية عالية لكن هناك كان بها أن تحمل إصابات وأمراض حشرية مما أدى إلى نقل بعض الأمراض والإصابات إلى الترب والمحاصيل المحلية تم انتاج هذا الهجين بما يتلاء مع الظروف البيئية وتحمله للإصابات الحشرية وتحمله للجفاف إضافة إلى تحمله إلى نسب الملوحة حقول خصصة للبدء بمشروع لإكثار تلك الأصناف النادرة من هذه الأنواع إضافة إلى حقول أخرى لزراعة هجين النهرين الذي يعتبر الأساس في هذه التجربة خصوصاً أن هذا النوع يتميز بمقاومته للظروف المناخية القاسية مثل ما هو واضح الدرس السفراء هي محصول صيفي يزرع في عرويتين الخريفية والربيعية والتزهير ما تكون في ارتفاع درجات الحرارة فإحنا المطلوب من عندنا كباحثين وكفنيين معنيين بالدرس السفراء أن ننتج تراكيب وراثية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة حتى نرتقي إلى حاصل أكثر ونوصل إلى مردود أكثر في جانب ذاته تسعى الكوادر المتخصصة بالزراعة مع دوائر زراعية ومهتمين بتوعية المزارعين في القرى والأرياف لكيفية التعامل مع هذا النوع من الذرة والوصول إلى إنتاج نوعية وكمية مناسبة لتغطية احتياجات الأسواق العراقية من هذا النوع من المحصول ومعالجة المشكلات التي تواجه الفلاحين كتجربة اختارنا المزارع المتميز المزارع اسمها عبد العزيز أحمد عزيز في ناحية ألطن كوبري بمساحة خمس دوانة وهذا الصنف كتجربة الأولية صنف هجين من سلالة الأب والأم فإن شاء الله فهذا الموسم يكون موسم الحصاد ونحصل على إنتاجية عالية وهذه الهجين الحمد لله لأول مرة وأنا أشوفها جيد جدا حيل إذا نتقارن بالحبوب الأجنبية يعني زين ممتاز الهجين مال العراقية النهرين تغريد النقشة بندي لبرنامج صباح الخياري عراق